اشتركوا في القناة هتعرفها من بره بالنفس الشكل تقريبا ومن جوه الاختلافات انا شايفها مش كبيرة اوي لكن يعتبر هي اكبر اختلاف بين الاتنين وهي العلامة لان طبعا معظم الناس اللي هتفكر في الفئة السعرية دلوقتي وانا هقول لكم دلوقتي ايه الاسعار هتفكر في التيوتا وهتبعت شوية عن سوزوكي طبعا ليه ايه معظم الناس هتعمل كده الناس اللي هتعمل كده هتفكر في حاجتين اول حاجة البراند والعلامة اللي انا شايفها في الحتة دي تيوتا تكسب وباكتساح تاني حاجة وهي الاقتصادية وعادة البيع وانا برضو شايف ان تيوتا هتبقى افضل في الحتة دي خصوصا ان العربية دي تيوتا بتنزلها بضوان خمس سنين او مية وخمسين الف كيلو طب لو انا بشتري وبفضل بين الاتنين لو قدامي التيوتا فانا هختار عن نفسي التيوتا لكن برضو السياس مش عربية قليلة او عربية وحشة بالعكس ازبري برضو اعتمادياتها واقتصادياتها مع ناس كتيرة جدا بس اذا كان في الكويس لا ففي الاحسن منه فلما تيجي تفكر في عربية عشان تحط فيها فلوسك فكر دايما في الاحسن منه وتفكرش في الكويس او دي كويسة واعتمادياتها وكل حاجة بس كتوكيل وكعادة بيع التيوتا تكسب فانا تروح للتيوتا مش بقول كده من بابل ان انا بسوق او غيره بالعكس انت لو رجعت الفيديو بتاع سيسوكي سياس بتاعي هتلاقي بقول ان هي اعتبر احسن عربية قاكمة مقابل سعر في الفئة لكن دلوقتي نزل دي احسن منها لذلك فانا ممكن ارشح لك دي عشان دي اللي هتبقى احسن منها وبرضه الايام هتقدر تثبت لنا بس انا شايف انه مفيش عربية تيوتا تنزلتها وحصل فيها مشاكل في الاعتمادية الا حالات نادرة جدا جدا وده شيء طبيعي يعني عيب صناعي مش عيب كعربية او عيب كموديل لا كان بيبقى عيب صناعية والتوكيل بيتعامل معها طب نتكلم بعنا العربية اللي معانا النهاردة اول حاجة نبدأ بالقلب النابض العربية وهو المطور اول حاجة بس ايوتا بلتا بتنزل مصر بفئتين فئة الاكتف وفئة السمارت العربية دي بتيجي بمحرك ساعته 1500 سي سي تنفس طبيعي مش تيربو المطور ده بيطلع 103 حصان عند 6000 لفة في الديقة وبيطلع عزم 138 نيوتن ميتر عند 4400 لفة في الديقة المطور ده متوصل بفتيس اوتوماتيك من 4 سرعات وبييجي بخزان وقود بساعة 43 لتر ومساحة الشنطة الخلفية 478 لتر ودي بصراحة انا شايفها ارقام كويسة بالنسبة العربية في الفئة السعرية دي مش اوحش حاجة وفي نفس الوقت مش احسن حاجة يعني لكن هي متوسطة وكويسة وستديك الاداء الاعتمادي الاقتصادي اللي انت عايزه في الفئة دي وفي نفس الوقت الاعتمادية البحتة العربية تبعا ستكون اعتمادية جدا بالاداء ده او بالنسبة الارقام دي ما فيهش تعقيد تكنولوجي ما فيهش اي حاجة حتى الفتيس جاي اربع سرعات اعتمادي جدا سيانته سهلة ما فيه عندك اي مشاكل ومعاك ضمان قوي جدا خمس سنين او مية وخمسين الف كيلو فانا شايف ان دي حاجة كويسة جدا نيجي بقى انظمة التعليق في العربية فانظمة التعليق الامام بيجي بنظام ماك فرسن وانظمة التعليق الخلف بيجي بتورشين بيم يعني العربية ورده مش مالتي لينك وما تنتظرش حاجة منها قوي في الفئة دي نيجي بقى لحجم الايطارات او الجنوط الفئة الاوانية اللي هي فئة الاكتف بيجي بعجلات مقاس 15 بوصة مية خمسة وتمانين على خمسة وستين ودي غالبا هتبقى تصاط بس ورده وما تنزل في المعارض واتأكد من المعلومة دي ممكن اصلحها تحت الفاصل فيديو بس ده المكتوب قدامي في البروشور لكن الفئة التانية اللي هي فئة الاسمارت بيجي بجنوط رياضية مقاس 16 بمقاس مية خمسة وتسعين على خمسة وخمسين نيجي بقى لانظومة الفرامل في العربية وهي واحدة في الاتنين وهي عبارة عن اثنين ارباج واي بي اس واي بي دي فقط وطبعا بيجي طبعا نظام الاموبولايزر داد السرقة وده اساسي في اي عربية لكن انا بتكلم برضو عامل امان الى حد ما الى حد ما كانت محتاجة تبقى احسن بزيارة نظام سبات الكتروني الى اي اس بي وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت يكون زاد مثلا من اثنين الى اربعة ارباج على الاقل عشان العربية دي سافتي فيها تكون احسن بس الاسف ده اللي نزلته تكلمتها واللي انا اتمنى ان هو يتعدل في المستقبل الرايب نيجي بقى لانظام الاضاءة وهيبقى في الفئة الاولى وفي الفئة التانية والمصابيح الخلفية برضو نفس الكلام في الفئة الاولى لمبة عادية اللي هي لمبة الهالجن العادية خلفية له نور او اضاءة حمرى عادية جدا لكن في الفئة التانية برضو بيتبقى لد ضبط مستوى المصابيح في الفئة الاولى بيبقى مانوال وفي الفئة التانية بيبقى اوتوماتيك والاضاءة نهارية في الفئة التانية فقط مصابيح الدباب أمامية لد يعني انزمة الآضاءة في العربية دي كويسة الى حد ما بالنسبة للفئة السائرية وخصوصا ما تشوف سعرها انت ناز controversة تقول لهم ان العربية دي كوقيها مقابل سعر أنا شايفها كويسة جدا جدا نيجي بقى نتكلم عن الابشن الداخلي للعربية الفئتين بيجي بعقل الكيادة متعددة الوظائف اللي عجل الكيادة مالتي فانكشن في الفئتين زر تشغيل وإيقاف المحرك لاستارت وستوب انجين في الفئة التانية فقط اللي هي فئة السمارت نوافذ كهربائية طبعا بيجي في الاتنين كهرباء نظام الصوت في العربية ستاندرد أربع سماعات واثنين تويترز بلوتوث ويو اس بي وم بس ري ويم وف ام في الفئتين شاشة سبعة بوصة تعمل باللمس اللي هي شاشة سمارت أو شاشة تاتش في الفئة التانية فقط ابل كار بلاي واندرويد اوتو في الفئة التانية فقط كاميرا خلفية برضو في الفئة التانية فقط شاشة عرض المعلومات اللي هي النظام الديسبلي كالر أو مالتي انفورميشن ديسبلي كالر في الفئة التانية فقط مكيف هواء بيجي في الفئة الاولى منوال لكن في الفئة التانية اوتوماتيك مخرج تكيف خلفي في الفئتين من هذا خلية زيتية التعتيم بتيجي في الفئة الاولى منوال في الفئة التانية اوتوماتيك بالنسبة لفرش المقاعد بيجي في الفئة الاولى بيجي فرش قماش لكن الفئة التانية بيبقى فرش جلد حامل نظرات شمسية في الفئة التانية فقط زجاج معتم خلفي في الفئة التانية فقط حامل اكواب في الفئتين عقل كيادة جلد في الفئة التانية فقط مسبت سرعة برضه في الفئة التانية فقط مقرق كهرباء 12 فولت امامي وخلفي في الفئتين نيجي بقى من نسبة للاوشنز الخارجيه اللي هي ايه مفتاح باصمة في الفئة التانية فقط ريموت كنترول طبعا في الفئتين من رجل تجنابيه كهربائيه وفيها اشارات في الفئةين من رجل تضم كهربائيه في الفئة التانية فقط حساسات ركن خلفية في الفئة التانية فقط طبعا من الا Blake les qui jida ما بين الفئة الاولى طبعا تقولي ياحمد انا ماجوي اختار اختارأني واحدة في الاتنين لو معاق ساعر الفئة التانية هقولك طبعا روح للفئة التانية هتاخد احسن في الاضاءة او عربية كاحسن في الاضاءة احسن في الامكانيات الاداة في الاخر واحد زي ما قلتلك هلكن التانية هتبقى جنوط فيبقى طبعا السبب بتاعها والاستبالة على الطريق احسن هتاخد عربية فيها شاشة touch android auto وابل core play وهتاخد فيها تكيف اوتوماتيك يعني بالاخر انا شايفه هيبقى option متكامل فانا شايف العربية دي هتبقى مناسبة جدا لمين والمين يعني من اخر مين هيقدر يجيب العربية دي ومين ممكن يبصر حاجة تانية اللي هيجيب العربية دي واحد بيبص على رقم واحد اعتمدية واقتصادية وبراند قوي جدا زي تيوتا وفي نفس الوقت الضمام معاه قوي ومركز خدا ما بعد البيع كويس جدا جدا خاصة اننا عارفين كلنا ان التوكيل تيوتا في مصر توكيل قوي جدا ومحترم جدا ومجاش منه اي مشاكل الصراحة طب مين هيبقى العربية دي او يشوف لها منافس تاني افضل شوية وانا هقول لك وش روح لام جي فايف واحد بيدور على عربية احسن شوية في الاداء فانا هقول لك روح شوية او احسن شوية في الامان هقول لك روح للفاتي تيبو او برضو ام جي فايف طب تقول لي سوزوكي سياز ايه دلوقتي ويعني وجودها من المقارنة لو انت عايز عربية ارخص فقط بعشر تلاف جنيه هقول لك روح للسوزوكي السياز لكن كبراند وككويمة مقابل سهر انا شايف لا ان تيوتا بلتا تكسب انت روح احسن لتيوتا البلتا وانا تروحش للسوزوكي السياز لو انا احمد وانا هشتري لنفسي الصراحة انا زي ما بقول لك كده هروح للتيوتا مش هروح للسوزوكي طب تقول لي ليه اقول لك التوكيل توكيل تيوتا اعلى بكتير جدا ودلوقتي اصلا تسعير تيوتا بلتا ده حط سوزوكي في مقزة كبير جدا جدا لازم السوزوكي السياز سعرها ينزل اللي اما يتعمل عليها خصومات او عروض كبيرة عشان تقدر تبيها الفترة الجاية في حاجة بس نفسي يعني تحاول تثبت عشان العربادي تحقق المبيعات الا وهي فعلا فعلا العربادي لو ندت من غير هتحقق المبيعات ضخمة جدا وهتحقق النجاح لشركة تويتا وممكن تلافس الكورولا في المبيعات عشان العربادي هتبقى احسن قيمة مقابل سعر في الفئة وهتركب السوزوكي السيازي على جنبه لكن لو نزع لها اوفر برايس عالي وصلها مثلا لتلتمية لا فبرضه يبقى ليسا فيه جاب اربعين الف جنيه تقريبا بينها وبين السوزوكي السياز والناس كلها هتروح للسوزوكي السياز دي حاجة في قد التوكيل ان هو يقدر يوفق العربية ما يتفقش مع الموزعين او اي معرض على الاوفر برايس وهتلاقي الدنيا دي زوطت والعربية حققت نجاح وكبرت وهتحقق مبيعات كبيرة جدا جدا لشركة تويتا نيجي بقى لتسعير العربية فالفئة الاولى اللي هي فئة الاكتف اتسعارت بمتين خمسة وثلاثين الف جنيه والفئة التانية اللي هي فئة السمارت اتسعارت بمتين خمسة وسبعين الف جنيه وانا شايف زي ما قلت لك ان العربية دي كواقيمة مقابل سعر كويسة جدا 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 بصراحة برضو هاجي وارجع على نفس النقطة من غير اوفر برايس ده كان كل حاجة بالنسبة للتيوتا البلتا اتمنى يا ربي يكون الفيديو عجبكم انتظر ان شاء الله هصوراء رايب في المعرض ونزلها يعني على ما تتوفر بس في المعارض كان معاكم احمد عمر من قناتكم ايجيبشن كورز والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في امان الله ورعا